أقول بس تعليق بسيط قبل ما نروح بقى للعلاقات سابق أحياناً فيش شخصيات كده طبعها كده يا دكتور يعني تلاقيه راجل ناجح أو ست ناجحة عيوة وما هماش فاضيين بالمناسبة من جوة مليانين هستخدم تعبير هدي بس هم بتوع مشاكل هو طبعه بتاع مشكلة هو طبعه مشاكل لا يجنح للسلم ينكش في الحاجات ويشتبك مع الناس أحياناً ده يبقى طبع لأ هو بس إحنا مش عايزين نسميها طبع هنيجي ندخل بقى في حتة الشخصية هو تكوين الشخصية بتاع الشخص ده ممكن يكون عنده اضطراب شخصية ممكن يكون عنده مشكلة نفسية ولكن هو ده مش طبعي يعني أنا دايماً بعترض على فكرة الناس اللي تقول ده طبعي لأن أنا أول ما أقول إن ده طبعي أنا على طول عملت بلوك لكل إمكانياتي للتغيير صحيح خلاص أنا كده إيه أنا ارتضيت بالأمر الواقع ومعني مش أي فرصة أن أنا أتغير ومعني مش أي فرصة أن أنا أتغير فكرة إن ده طبعي وده مش هيتغير وقبلني على كده لأ أنت ممكن تتغير مهما كان سنك ومهما كانت ظروفك بس هو فيه طريق دايماً للتغيير وفيه استراتيجية دايماً للتغيير والتغيير ما بيجيش في يوم وليلة وإحنا دايماً برضو بنقع في مشكلة تانية إن فكرة إن أنا عايز أغير الناس اللي حوالي أكتر من إن أنا ممكن أكون أنا المشكلة وأنا مش واخد بالي يعني برضو من ده من الحاجات اللي بتميز العلاقات السامة إن كتير جداً من العلاقات دي أو الأشخاص دول هما ما يعرفوش إن هما شخصيات سامة طيب واحدة واحدة حلوة قوي برضو دي ويعني يعلقها سامة بوسي أول حاجة إحنا عايزين نقول إن إحنا ممكن كلنا كده نبقى شخصيات سامة إحنا كلنا ممكن يكون فينا بعض السمات اللي ممكن تكون شخصية سامة بالنسبة للآخرين يعني إيه شخصية سامة بالنسبة للآخرين يعني حد بيستنفس طاقتي يعني أنا بقعد معي بيستنفس طاقتي بقى البدنية الجسدية النفسية العاطفية المادية حد أنا بقعد معي بخرج من القعدة مطفي نساتر أنا بخرج من القعدة حسس بأن أنا زهقان أنا بخرج من القعدة حسس إن أنا ما عنديش طاقة أعمل أي حاجة حسس إن أنا متشتت متوتر مضغوط يعني إيه إحنا ممكن مهنة أهم صفاتهم إيه بقى وإحنا ممكن نلاقيهم إزاي وبرضو فيه شوية عوامل كده بتخليني لما أنا هقول دلوقتي الناس دول شكلهم عامل إزاي وإحنا ممكن نكون إحنا فينا جزء منهم هو فيه أربع عوامل بتخلي الشخصية دي تأثر عليك ولا ما تأثرش عليك لأن إحنا هنقابلهم في كل مكان أول حاجة هو الشخص ده أنا عارفه يعني أنا عارف إن فيه شخصيات اسمها شخصيات سامة وفاهم يعني إيه الكلام ده راجع لأنه هو حاقد علي راجع لأنه هو شايف الدنيا يائس في حياته